باية وفصف الثاني السنوي بسنوية الإمام الشافعي معكم محبوكم أبد الرحمن أبو صمرة في درس اليوم القوة داخل السواد قوة التماسك قوة التماسك هي قوة الجذب المتبدلة بين جزيئات المادة الوحدة وبعضها البعض أي بين الوزيئات السائل وبعضها جزيئات الإناء وبعضها البعض التوتر السطحي هي الخاصية المتنثلة في ميل سطح السائل إلى التقلص لأقل مساحة ممكنة منشأ قوة التوتر السطحي هي قوة التماسك بين جزيئات المادة لتقريب مفهوم التوتر السطحي جميعنا نلاحظ أن قطرات الندى بتتخذ شكل قرب كما وضح بالصورة نجد أن سطح السائل يعمل كغشاء مالي المجدود يستطيع حمل الحشرات الخفيفة مثل صرصور الماء قطرات الزيت المتسقطة تتخذ شكل قرب تقريبا قطرات المطر المتسقطة تتخذ شكل قرب تقريبا قطرات الزئبط الموجودة على نوح زجادي بتتخذ شكل قرب تقريبا لأن الكرة هي الشكل الهندسي اللي تكون مساحة سطحه الخارجي أقل ما يمكن لحجم معين اللزوجة تسبب قوة التماسك والتصادم بين جزيئات المائعة في الموقع الغير متمثلة احتكاج داخلي يعمل على إبطاء تدفق السائل وتبديد الطاقة الميكانيكية فالماء سائل لزوجته مخافضة بينما زيت المحركات سائل زو درجة لزوجة عالية كذلك العسد زيت زو درجة لزوجة عالية يبقى إذن الماء الكحول سوائد زيت درجة لزوجة مخافضة أي أن قوة التماسك والتصادمات بين جزيئاتها صغيرة بينما زيت المحركات والعسل والجلسرين سوائد قوة التماسك والتصادمات بين جزيئاتها كبيرة لذا في درجة لزوجة عالية اللابة أو اللابة اللابة أو اللابة والسخور المنصهرة أكثر المواع لزوجة وهذه المواد تندفع أثناء وقوع الهركات قوة التماسك قوة التماسك تشبه قوة قوة التلاسك وقوة التماسك كل منهما ما هي إلا عبارة عن قوة تجازب كهرومغناطسية ولكن قوة التماسك تجمين جزيئات المادة الوحدة وبعضها بينما قوة التلاسك هي قوة تجازب كهرومغناطسية بين جزيئات المواد المختلفة وبعضها الخاصية الشعرية هي ارتفاع أو انخفاض السوائل في الأنابيب الضيقة منشأ الخاصية الشعرية هو قوة التلاسك بين جزيئات السعر وجزيئات زجاج الأنبوبة فعندما وضع أنبوبة ضيقة في ماء يرتفع الماء داخل الأنبوبة عن خارجها إلى أن يتزن وزن عمود السعر المرتفع داخل الأنبوبة الضيقة مع قوة التلاسك بين جزيئات الماء وجزيئات زجاج الأنبوب عند وضع أنبوبة ضيقة في زئبق تنخفض جزيئات تنخفض جزيئات الزئبق داخل الأنبوبة الضيقة عن الزئبق الخارجي إلى أن تتساوي قوة التلاسك بين جزيئات الزئبق وجزيئات الزجاج مع وزن عمود الزئبق المنخفض فلماذا نرتفع الماء ولماذا نخفض الزئبق لأن قوة التماسك وقوة التلاسك بين قوة التلاسك بين جزيئات الماء وجزيئات الزجاج أكبر من قوة التماسك فيما بينها بينما في حالة الزئبق قوة التماسك بين جزيئات الزئبق وبعضها أكبر من قوة التلاسك بين جزيئات الزئبق وبجزيئات الزجاج التبخر والتكث التبخر عملية تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بتأثير الحرارة مثل تحول الماء السائل إلى بخار التكثف عملية تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بفقدها الحرارة مثل تحول بخار الماء إلى ماء سائل أي أن التبخر يصاحبه منتصاص طاقة حرارية بينما التجسف يصاحبه فقد طاقة حرارية في حدث التجسف عندما تدامس مزيئات بخار الماء سطح بي